طلاب اليوم راح اشرح لكم الزوايا المحورية يعني موضوعنا اليوم هو الزوايا المحورية رأي لكم تنتبهون ويايا وتركزون حتى تضبطون الزوايا ومتى اكفون بهن أبد الزوايا المحورية طبعا مرات الطلاب بالتعليقات يسألوني يقولوا اللي والله لو تشرح الورقة والقلم أفضل آني هذا الجهاز اللي جاي أشرح بي أو هذا البرنامج هذا يتناول الأشياء السريعة يعني آني مثلا دزيت لي سؤال أنت آني أنزل حلة آني خطرة ببالي فتشي أشرحه هنا لأنه إذا أبقى على الورقة والقلم ما راح أقدر أشرح أصلا لأنه يحتاج لها تحضيرات ويحتاج لها إلى آخره وكذلك الطلاب الألكتروني يراسلوني أو مثلا ينزلوني رسالة يقول لي أنت تشرح الألكتروني بالورقة والقلم لو تشرح بالآيباد لو شون تشرح أشرح ورقة وقلم بالنسبة للألكتروني يعني مو هذا بصراحة هذا للأشياء السريعة يعني مثلا أنا أريد أوضح لكم فتسأل فأنتو سألتوني فتسؤال فتشي أنتو حابين أشرحه آني فد واحد يعاني فد مشكلة يعني وهكذا فهسا آني راح أوضح لكم الزوايا المحورية طبعا هسا آني سألت لكم محور اكس ومحور واي أعزائي هاي النقطة اللي هنا هاي النقطة اللي هنا خلي بس دقيقة حتى نمسح هاي جزء نشوف أوكي والله زين نمسح زين هاي النقطة أعزائي هي النقطة الأولى أو احنا نحددها الزاوية الأولى خلي نفرضها أنه هاي الزاوية اللي هنا هي الزاوية 8 الصفر حاول تفهمهم فهم النقطة الثانية اللي هنا احنا نعتبرها هذا مكان الزاوية باي على 2 اللي هي التسعين تسعين بالقياس الستيني باي على 2 بالقياس الدائري أما هاي النقطة هاي النقطة اللي هنا فهي نقطة الباي اللي هي المية وثمانين بالقياس الستيني أما بالنسبة لهذه النقطة اللي هنا فهي الـ 270 اللي هي 3 باي على 2 إذن أعزائي كل محور عنده زاوية خاصة بي إذا كملت الفرمالتي ورجعت هنا بهاي النقطة يعني رجعت فحتصير عندي هنا الزاوية 2 باي إذن 0 0 90 180 270 هنا 360 أيضا مثل ما تعرفون كل النقطة هي عبارة عن x y يعني هسه هاي عبارة عن x y هاي عبارة عن x y هاي عبارة عن شنو عن x y وما دام النقطة على محور x يعني هسه مثلا مثلا إذا أنا جاي أحجي على هاي النقطة هاي النقطة على محور صائرة على محور x فما دام على محور x أكيد ال-y مالتها شنو 0 زي نشكت قيمة ال-x هنا راح تكون 1 باعتبار احنا جاي نتعامل ويا دائرة الوحدة أو الواحدة الصحية هنا هاي النقطة انت بعدك على محور x هاي النقطة بعدنا احنا على محور x إذن ال-y بعدها صفر بس ال-x صارت سالب واحد تمام أما بالنسبة بالنسبة لهاي النقطة اللي هنا خلي نقول هاي على محور y يعني ال-x مالتها هو الصفر باوع هاي ال-x مالتها هو الصفر ال-x مالتهم صفر ال-y الفوق واحد الجوش راح يكون سالب واحد تمام أعزائي هسا اي نقطة هي عبارة عن شنو عبارة عن x و Y أما هنا الشي تمثلي ال-x تمثلي الكواساين وال-y تمثلي شنو الساين يعني هسا آنى مثلا أريد منك التسعين التسعين الكوساين مالتها جهد صفر الساين مالتها جهد واحد إذن الكوساين مالتها صفر الساين مالتها جهد واحد ال-180 هاي 180 المية وثمانين كوسين هشقد سالب واحد ساين هشقد صفر المفروض انت امت ما تحتاج هاي الزوايا المحورية انت مباشرة ترسم المخطط مالك تحدد كل زاوية وين صايرة انت محتاج الكوسين لو ساين وخلاص راح تقدر تجيبها حاول تفهمها ما تحفظها حتى شنو تستفاد منها راح نزلكم فيديو اخر اشرح زوايا الاسناد اللي هنم كل شو